احتفل اللبنانيون بالذكرى السادسة والسبعين لاستقلال الجمهورية لكن للمناسبة هذه المرة نكهتها الخاصة على وقع الاحتجاجات غير المسبوقة التي تعم البلاد للمطالبة برحيل الطبقة السياسية مجتمعة وبخلاف التقليد السائد لم يصطدف وسط بيروت العرض العسكري التقليدي بمناسبة الاستقلال وتمت الاستعاد عنه بعرض آخر مختصر في مقر وزارة الدفاع على مشارف بيروت العرض العسكري عم بيصير كل يوم هون ببيروت عم بيصير بترابلوس عم بيصير بصيدة لأنه عم بينزلوا قوة أمنية عم بيحكي مش بس كدرك عم بيحكي كأمن الجيش أنا بعرف انه هو لازم يكون على حدود بس العرض العسكري عم بيصير هون كل يوم منذ خمسة أسابيع يتظاهر مئات ألاف اللبنانيين في الشوارع والساحات ضد الطبقة السياسية التي يحملون عليها فسادها وعجزها عن معالجة الأزمات السياسية والاقتصادية المتلاحقة في بلد صغير يقوم نظامه السياسي على المحاصصة الطائفية الاستقلال السنة بيعنيه لغير كل السنين لأنه هايدي السنة حيثين بشعور تاني بهمة هالشعب البجنين اللي بياخد العقل ونال لبنان في الثاني والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر 1943 استقلاله عن الانتداب الفرنسي منذ العام 1920 قبل أن يتم جلاء آخر القوات الفرنسية من البلاد في العام 1946 ليشكل ذلك المحطة الأخيرة التي يجمع اللبنانيون على رواية موحدة لها اشتركوا في القناة